فرنسا يعني تساوي الاستعمار احنا كجيل الاستقلال ما ننساوش الشي اللي عمله في فرنسا في الجزائر احنا مع المغرب عابين تقوموا منهم ان شاء الله في هذه المناسبة الله يبارك هذا ابو طولي يشرفونا كعرب وهم خاوتنا جاورد الناس يوعين هادو شمسي ان شاء الله تكون مغربية سعنصر المغرب ان شاء الله شاء الله الى القطر نحن لجي بالكنام التالى الله يعطىهم الصح هي باش منكتبوش على رواحنا باش يجي منتخب عربي لمنتخب إفريقيا ولمنتخب وسطيب ويربح تاتا تعال منتخبات أوروبية مثل بلجيكا و إسبانيا و... رمي يقول هغير الفم ماشي حاجة سهلة كيما فرحونا وماشي صدفة بواحد السفر ان شاء الله نحن المغرب الحق المشتوق نديلت عن السمعاء أمام المتخب فيه الحمد لله المليح نبزوش بهم متخب غاية والنتيجة أنا أقول دعا المغرب ما فرحونا أنا هما فلاكوب دافريك إحنا مفرحو معهم دروك هنا ورح نشعب واحد ناو المغرب رح نشعب واحد شعب واحد الحمد لله خلينا من خلافات الأنظمة بصح الشعوب شعوب رها واحدة ومدخلناش وعندهم ساب عندنا ودينا من عندهم نحن شعب واحد وإن شاء الله يفوز وإن شاء الله الفينال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي سنشوفو فيه توقعات الخوطنا الجزائريين زائد واش قديش يجعوه لمنتخب الوطن المغربي وللمنتخب الفرنسي واش قديش يجعوه لخوتهم واش يجعوه لمنتخب الفرنسي ولا قديش يجعوه لخوتهم المهم نشوفو هذا الشيء كامل في هذا الفيديو إن شاء الله أخوتي غير ما تنساوليش اللي جديد معانا يدير لايك واشتراك في القناة محببكم وليماذا يشتعليق خلينا الرأي دياله في التعاليق وأهم حاجة هي لايكات لايكات اشتراكات كل شي يزين مهم دعمونا بالتفاعل ديالكم مازيش نطول كتر وديما خوا خوا ونبدأوا الفيديو أول سؤال أخوية العزيز هل أنت رقم المشجعين تعال المنتخب المغربي؟ نعم بيانسر وكيف شرح يجيك الأداء تعال المنتخب المغربي؟ مصرفيننا أخوية الله يبارك أداء بطولي يشرفونا كعرب وهم خاوتنا جاورت الناس اللي واعيين هادو وما يصن نهائي شحل تتوقع النتيجة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي؟ إن شاء الله تكون مغربية يا ربي تتعانسر المغربي إن شاء الله أخي الكريم وش رأيك في الأداء تعال المنتخب المغربي في مونديال قطر؟ الجبال كان من التالي الله يعطيهم صحة الله أكبر كل واحد عندهم رأي يتعال وانا واحد من الناس راني معهم إن شاء الله يعبيواهم وش تتوقع النتيجة في نشخ النتيجة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي؟ هي باش ما نكتبوش على رواحنا باش يجي منتخب عربي لمنتخب إفريقي ولمتخب مسلم ويربح ثلاثة منتخبات أوروبية مثل بلجيكا وإسبانيا ودوكار ما شي حاجة سهلة كما فرحونا إن شاء الله فرنسا من الطريق بواحد سفر إن شاء الله هذه هي ودي أي ما أقوله ما ديما مغرب ومع المغرب ديما مغرب رانا ماهم باش ما نكتبوش أنا رأي نتاير أنا ماهم رانا عرب رانا مسلمين رانا نسابر رانا أخوش وإن شاء الله علاش اللهم يعبيوها إن شاء الله إن شاء الله بايدين لبارك الله وفي كاركي شف الناس اللي كي يعرفوا يهدرو أخويا العزيز وش رأيك في أدأت المتخب المغربي لحد الساعة المتخب المغربي يراه يلعب فهور الله يبارك ولا يعني في النصف النهائي بين أو ضد المنتخب الفرنس وشرب نعم ما هو سابر نمغرب نعم هو معرب بقع فرنسا زمان أخويا فرنسا لم يكن تبع نبوال الله يحفظك والنتيجة المتوقعة إن شاء الله واس مو بولك أنا زائرة واللي بلانسية يرحوا يربحوا إن شاء الله أموه مغرب حباش مماكن يربحوا تقول أموه إن شاء الله وتأهي الشعب المغربي الله حفظك بارك الله الحاج كيف شراه أو كيف الجكل الأداء على المنتخب المغربي في هذا المنظر؟ والله لا عظيم الله فرحونا والله أمي حاج وشرف رقم العربية والإسلامية والإفريقية شكرا وهل انترك من المشجعين على المنتخب المغربي؟ نعم بكل صراحة نعم إخواننا وجيراننا سمعت؟ انتمنى ونم انتمنى ونم نعاقل وش رك تتوقع نتيجة نصف النهائي بين المنتخب الفرنسي؟ انتمنى المغربي بحوال خطر إن شاء الله يا رب وبرك الله فرنسا لا نسجع لهاش فرنسا يعني تساوي الاستعمار ما ننساوي احنا كجيل الاستقلال ما ننساوش الشي اللي عمله في فرنسا في الجزائر احنا ما على مغرب ما ينتقلوا منهم ان شاء الله في هذه المناسبات احنا كان شعب شعب واحد يا رب وش رأيك في اداء المنتخب المغربي؟ شعب واحد سمعتوا بعد اخواتي اداء المنتخب المغربي متحسن يعني لحد الساعة راهو وصل للنصف النهائي نصف النهائي راشي حاجة اللي بزاق والله الله يبارك احسن تشري في لحد الساعة السؤال الثاني اخي الكريم وش راح يتشجع المنتخب الفرنسي او المنتخب المغربي في امسر؟ احنا المنتخب بجوج منتخبات قوية ولكن انت الميول تعوين ميول ديالي المنتخب المغربي اكيد لانه منتخب عربي ونتمنى اللي النجاح ان شاء الله سمعت لما سمعت نتيجة المتوقعة؟ نتيجة صعبة نتيجة نقول واحد سافر اخويا العزيز فيما يخص مباراة المغرب ضد فرنسا ان شاء الله اولا ديجا كيف شرح يبالك المنتخب المغربي حاليا في هذه الدورة دورة قطر 2022؟ ايوه ما شاء الله اخويا والله السهل على كل موم ان شاء الله بربي الله يحفظك برقبك هل انت ارىك من المشجعين على المنتخب المغربي؟ المشجعين تقال المسلمين الله يحفظك بها هذيك المملكة هم اللي اقراب لي النتيجة التي توقعها في المباراة؟ اه تم العلم ولله علم الغيب الله يحفظك بارك الله وفيك شكرا والله اخوتنا المرة كانوا مفرحونة لعبوا مزيان ورحنا للفوز تحم امام البرتغال وامام الاسبان يعني راح مشرفوا المنطقة المغربية قاع وراحنا معاهم شكرا اخويا بزاف الله يبارك ان شاء الله يوصلوا الفينار وان شاء الله يدوا لكوك وعليش الله ان شاء الله الشعب الجزير والشعب المغربية كما فرحوا معنا هما فلاكوب دافريك احنا مفرحوا معاهم دروك هنا يفلاكوب دمون وراحنا شعب واحد انا والمغرب راحنا شعب واحد شعب واحد الحمد لله خلينا من خلافات تعالى الانظيمة بصح الشعوب شعوب راها احنا مدخلنا واحد ومدخلناش عدنا نساب عندهم عدهم نساب عندنا وودينا من عندهم الحمد لله وراحنا شعب واحد وان شاء الله يفوز وان شاء الله الفينال وان شاء الله يطلعوا الكس عاليا ان شاء الله شحال تتوقع النتيجة امام المتخب الفرنسي في النصف النهائي الله يماتش صعيب لكن اشعر 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 ان المتخب المغربي راح يفوز الامور راح تصير باش يقول المتخب المغربي Mattei Gina راح يكون في الفينال نهائي ان شاء الله في النهائي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي على فرنسا فرنسا اللي معظم جوالة تاحها رغم من جنسيات مختلفة ودنسوهم ورغم في فرنسا بصح ان شاء الله هي من داشت ما تقريباش للعافة ديارو ممكن زوج اللي كيني ورح يوصل الى ان شاء الله ويددي لكوب ان شاء الله واش رايك في الاداء المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 قطر اولا تحية كبيرة للمنتخب المغربي لانه يقدم في اداء خرافي كما ان اللاعبون يلعبون بحرارة قلب كما كنا لعبوا هنا في 2019 لايبارك لايبارك ان شاء الله يا ربي اشوف الناس الكي اللي واعي ينفي على خص مبارات نصف نيائي امام المنتخب الفرنسي كيفاش توقع النتيجة اه صراحة اه بالنسبة لي انتوقع على المنتخب المغربي صعيب وماذا بناره ومستعي العرب ونتمنى ولو كل خير وبرك الله فيك الله فيك وبرك الله حفظك واش رايك اداء المنتخب المغربي في هذا المنضيار اه كان نعبه غاية بالحق يا ربي بحق اه وشتوق النتيجة تعني السميائي امام المنتخب الفرنسي الحمد لله باك المغربي تلبح ان شاء الله يا ربي يا ربي اه كاش راه جايك الاداء على المنتخب المغربي في اه المنتخب المغربي رايك تدم مباراية جدا وراها تحسن اه مباراة على مباراة وش رايك في الاداء والله الى فيديو انا ما بلش غا يكون هكذا بصراحة تشجع المنتخب المغربي في نصف النهائي ضد فرنسا اه المنتخب المغربي رايك يلعب جيدا ومنتخب عود فرنسا التهيار رايك تلعب منتخب مليح بزوج بهم منتخب غاية والنتيجة انا اقول دعا المغرب سمارك تشجع المنتخب المغربي اللهم ما بلش الواحد انا انا اديكم توقعات دياني انا اخوتي بعدها بالنسبة لصاحب هذا الفيديو هدا نحط لكم القناة دياله ففي الوصف المهم بالنسبة لتوقع دياني ان شاء الله باذن الله والله الى انا كان نقول له وخي كل ما تش صعيب ولكن ما نعرف حاسب ديكتاته وزيرو حاسب ديكتاته وزيرو ان شاء الله يا ربي المهم قد تمنى ويكون غير واحد الزيرو المهم يربحو هذا والمهم بالنسبة لقناة دياله السيدة نحط لكم في الوصف شكرا انتم اعطونا الرأي ديالكم اعطونا توقعات ديالكم اعطونا كذلك يعني اشنا تشجعوش المغرب ولا فرنسا انتم احرار يعني من الاحسن تشجعو اخوكم اللي قريب لكم ولكن اللي بغيش تشجع فرنسا يعني انا ما نقدرش نتحكم فيه شكرا بزاف خوتي الجزائريين على هذا الدعم ديالكم المتواصل وعلى تشجيعات ديالكم اللي بصراحة يعني انا والله الى الفيديو اصدامني كنقول لي ربما لقى يعني حسب الصح كنقول رأى تلقى الناس كيقولك ما عاد يستربح ولكن الفيديو اصدامني والله العادي كل شي تقريبا قالوا لك لا كل شي مش تقريبا كل شي قالوا لك ان المغرب اللي ستفوزي ان شاء الله هالليقة لواحد الزيرو هالليقة الجوجل واحد هالليقة البنالتية ان شاء الله المهم يطلعوا وقلوا لكم فرحوا معنا فرحوا معنا ديال بالصح يعني هذه اهم حاجة وشكرا جزا في القاطر اللي خلطنا نجمع بحلاك اخوتي اشتركوا الفيديو مع اصحابكم باش يستبدووا ويشوفوا الحب بين الشعبين وما تنسوش اللي ما مشتركش في القناتي يشترك ولي ما داش اعجاب يدير اعجاب ولي ما داش تعليق يدير تعليق اذا عجبك الفيديو دير لايك ما عجبكش تدير ديز لايك هانير اخوتي نتلقى ان شاء الله في فيديو اخر خلليني رأي ديكم تعليقات السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة